بسأل بس بقول هم المواطن بيستشعر هذا الاجابة طبعا نعم الناس شايفين حجم الانجاز في هذا القطاع بالتأكيد نعم واللي مش شايف بلاش يشوف لانه مش هشوف وانا بتكلم بشكل واضح جدا قطاع الطاقة والكهرباء قطاع الطاقة بشكل اعام هو من انجح القطاعات اللي تحققت فيها انجازات وطفرات طفرات يعني تغيرات مفاجئة تغيرات حقية على الارض احنا من لا شيء وانا اسف جدا احنا لا شيء كان عندنا شبكة مهترقة عندنا محطات توليد قديمة جدا من ايام كان عندنا ايه عندنا فجأة لانه على رأس هذه المنظومة ناس بتشتغل بضمير ناس بتشتغل بحب وبتشتغل بفهم مش كيفاء انك تحب بلدك وانت مش فاهم ومش كيفاء انك تكون فاهم وتحب بلدك لازم يلتين مع بعض اللي هو حتى القوي والامين فلازم يكون عندك القدرة على الادارة الحاسمة الحازمة وعندك الاخلاص الشديد وعندك الوعي والفهم كل دول تحقق ولذلك شفنا النتائج مش بس عملنا اكتفاء ذاتي من الطاقة لا احنا بنصدر في اتجاهين بنصدر طاقة كهربائية من خلال ربط مع سبع دول زي ما قلت لحضراتكم على الخريطة دلوقتي وبنصدر غاز وشفنا مركب الغاز المسال اللي رحت على هولندا وبنصدر كمان خدمات بترولية من خلال شبكة الشبكة الغاز اللي عندي سواء صدر غاز بتاعي او غاز بتاع حد تاني مش فارق معايا باخد عليه فلوس وبسي الغاز في دميات وفي اتكو وباخد عليه فلوس وبحول البلد الى شعلة نشاط سواء في مجال الغاز في مجال البترول في مجال الكيمويات في مجال الكهرباء اعتقد ده طفرة تحققت لها ما بعدها عمرك ما هتعمل نجاح اقتصادي ومعدلات النمو اللي احنا بتكلم عليك اللي شوية 5% و6% و7% الا اذا كان عندك بنية تحتية اهم حاجة في البنية التحتية الطاقة لو ما عندكش طاقة ما نتكلمش عندك طاقة ابدأ تكلم هشوفك تعمل ايه عندي طاقة عندي طاقة موجود اللي عايز يعمل مصنع امونيا هيعمل عندي غاز اللي عايز يعمل مصنع مش عارف ايه هيعمل كسيف للطاقة عندي طاقة وعند طاقة غربية وعند غاز وعندي وعندي وعند طاقة متجددة عندي كل حاجة موجود يبقى بالتالي المستثمرين تفضلوا عندي طاقة كويس خد بالك من فضلك واحنا بنتكلم على الطاقة اوروبا عندها مشكلة اوروبا كل مشكلتها الغاز والبترول والمحروقات والطاقة ما عندهمش فبيعمل ايه بيبدأ انا اسف جدا وبشكل واضح جدا بتنحاني القدرات الاوروبية امام ملاك الطاقة في روسيا هو دا اللي حاصل مايقدرش يبني عنده هناك في اوروبا كل طموحاته في التنمية وغيره ازا ماكنش ضامن مصدر ليه الطاقة انا النهاردة بقيت مصدر للطاقة انا بصدر دلوقتي بترول بصدر غاز دلوقتي ولو كان بكميات قليلة الى اوروبا وبصدر طاقة كهربائية عن طريق الربط مع ابرس وليلان حتى لو كانت قليلة دلوقتي الا انه معنا ذلك العميق ان انا كفيت نفسي وتحركت قدام وبعنده فقط بصدره خد بالك بقول للمستثمرين كل المستثمرين لا مش عايزة اقول يعني شكلي امقاعر في الكلام لكن بقول انا طالما عندي مصادر طاقة وفاضة المستثمرين ييجوا هم حطين في بطنهم بطخة صيفي لان عنده مصادر طاقة مؤمنة مش هيلاقي الكلام ده في اوروبا بقول اوروبا عنده مشكلة لو قفل دلوقتي بوتين محبس الغاز الناس في اوروبا هتجمدوا مش المصانع تقف مش المصانع تقف لأ الناس هيتجمدوا الحياة هيحصل شلل فبالتالي بقول لأ ده انا عندي شمس وعندي كزا وعندي كزا وعندي كزا وعندي كزا فمن فضلكم اللي بيفكر والناس طبعا فهم اكتر مني بماليين المرات المستثمرين لأ احنا عندنا فرصة استثمرية حقية وزمان كان يجي يقولك يا عمنا باجي والطرق عندي شبك الطرق هي الافضل والاحدث على مستوى العالم غيرت مصر نقلة حضرية من المركز التمانين للمركز الشعار كم وعشرين بنية تحتية قوية حقيقية وعند بنية تشريعية تغيرت دلوقتي ما شاء الله احنا بنشوف ايه يا جماعة مش عايزة اتكلم الرئيس بيقعد مع علي وزير العدل بيقول له عندك كم قضية متأخرة من كذا كذا عايزين نخلص القضايا المدنية في سنة اتنين وعشرين احنا عندنا بنية تحتية تشريعية جديدة تليق بالجمهورية الجديدة عندي بنية تحتية شبكة طرق بتليق بالجمهورية الجديدة عندي طاقة ومصادر للطاقة مؤمنة تليق بطموحاتنا في الجمهورية الجديدة عندي شبكة مدن جديدة زكية بتليق بالجمهورية الجديدة بقول انه ولسه كنت بتكلم مبارح الاول مبارح بقول التصارع في بناء هذه الاشياء وصلنا المراحل المتقدمة علينا بسرعة بقى وأنا مش عارف فين الخلل والعوار إن احنا ثقافتنا ثقافة الإنجاز وثقافة الانتماء وثقافة والتخلي عن ثقافات كلاسيكية زي ثقافة الفلاوة والغش والوسطى والمحسوبية وغيره والفساد وغيره عايزين كمان نغير ثقافتنا عايزين ثقافة المجتمع كلها تتغير عشان نتواقم ونجرب نفس السرعات سرعات إقامة طريق لابد إنه اللي بيسوق عربية على هذا الطريق يكون بنفس الكايتية أنا عامل طريق زاكي على أحدث ما يكون في العالم عامل حارات مش عارف تمانية رايح وتمانية جاي وعندي صدادات وعندي مش عارف إيه وعندي عواكس وعندي كاميرات بترقب السرعة وعندي كل شيء موجود على الطريق لكن هل أنا عندي سواء قائد مركبة بيسوق وفقا للقانون والزوء والأخلاق؟ لا ده اللي أقصده إنه لابد إنه قاطرة السلوك المجتمعي والثقافة المجتمعية تكون ماشية بنفس الرتم مع التطوير الحاصل في القطاعات في البنية السياة لأنه الإنسان البشر أهم ما هو موجود في البنية التحتية لأي مشروع تنماوي أو نهضه فبالتالي أنا بقول بعمل الطريق عظيم وبعمل الطاقة زي ما شرحنا طيب مين مسئوليته يغير ويطور ويجود ويحسن سلوكيات الناس؟ هو أنا لا سمح الله بقول سلوكيات الناس يعني كلها جمعيا بقول فيه ملاحظات لازم ننتبه إليها وما حطش رأس في الرمل وقول ما فيش ظاهرة الغش الجماعي اللي كلمت عليها من يومين محتاجة الغش الجماعي ده سوس بيأخر في المجتمع الواسطة والمحسوبية وكذا وكذا لازم أغير ثقافات الناس الجمعية والضمير الجمعي للناس علشان يتحرك الناس في تطوير ثقافاتهم وأفكارهم وتعاطيهم مع التطور الحاصل على الأرض في الدولة